زي ما فيه أعظم آية في القرآن الكريم اللي هي آية الكرسي وأعظم وأشرف صورة في القرآن الكريم اللي هي صورة الفتحة عندنا أيضا أعظم وأشرف حديث لأهل الشام حدثنا حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل من أهم الفروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي القرآن الكريم معجز في اللفظ ولكن الحديث القدسي ليس معجز وأيضا يتعبد إلى الله في الصلاة بقراءة القرآن الكريم ولا يتعبد إلى الله في الصلاة بقراءة الحديث الكدسي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال وفي الأصول والفروع رأي الحديث اليوم هو من أعظم الصحابة قيل أنه خامس من دخل في الإسلام هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أبو ذر الغفاري ليس من أهل مكة ولكنه من قبيلة غفار واللي ما يعرفش قبيلة غفار دي كانت القبيلة المسيطرة على الطريق التجاري اللي بتمر به قواف القريش إلى الشام دع أبو ذر الغفاري قبيلته إلى الإسلام وأسلمت بالكامل وبعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ذهبت إليه قبيلة غفار معلنة إسلامها فقال صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أخفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه بعض فوائد هذا الحديث القدسي أولا تحريم الظلم وأن الله حرم الظلم على نفسه لكمال عدله ثانيا تحريم ظلم الإنسان لأخيه بالاعتداء على ماله أو عرضه أو نفسه ثالثا وجوب طلب الهداية من الله لقوله استهدوني أهدكم رابعا وجوب إفراد الله بأنواع العبادة من السؤال والتضرع والاستعانة وغيرها خامسا لا يستطيع الخلق قاطبة أن يضر الله أو أن ينفعوه بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى سادسا أن الطاع لا تزيد في ملك الله شيئا سابعا أن بني آدم خطأون يخطئون بالليل والنهار ثامنا أن الله يخفر الذنوب لب العبادة هو الافتقار إلى الله عز وجل والسر قوة المؤمن لا تختر بنعم الله عليك فجميعها إلى زوال انظر إلى فرعون وموسى ماذا قال فرعون أنا ربكم الأعلى وماذا قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين وماذا كانت النتيجة فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وهاهم الصحابة في غزوة بدر نصرهم الله قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أزل وفي يوم حنين كان المسلمون كثر وقال بعض المسلمين لن نقلب اليوم القلة فضاقت الأرض عليهم ترجمة نانسي قنقر